كفاية أن الاستثمارات الخارجية كلها بتنضخ في مصر فعجلة الاقتصاد بتلف كفاية أن مشروع الطاقة شمسية زي بنبان بيولد كهرباء تقريبا بما يماثل الكهرباء اللي بيولدها السد العالي فإنت بتعمل مشروع في خلال 3-4 سنين بيولد كهرباء اللي زي بيولدها السد العالي ده إنجاز كبير جدا طبعا كنا مررنا بفترة من الفترة عصيبة لما كنا بنعاني يعني في 3-4-5 سنين كان عندنا مشكلة ضخمة جدا دلوقتي أنت بدأت تصدر تصدر الطاقة كمان كهربائية الحقيقة الحكومة خادت إجراءات فورية من بعد لما كان فيه أزمة عملوا المحطات عملوا محطات عادية عشان يلحقوا الموقف ويسيطروا عليه وفترة الانقطاعات دي الحمد لله اختفت تماما ثم بدأت الحكومة أن هي تمشي في سكة بقى تدور على حاجة اسمها مزيج الطاقة دي حاجة استراتيجية لأي دولة أن يبقى عندها مزيج طاقة يعني إيه مزيج طاقة؟ يعني لازم يبقى عندي طاقة شمسية وعندي طاقة رياح زي من عندي الطاقة التقليدية لازم يبقى عندي كهرباء من كل المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة علشان أبقى أنا استراتيجيا مش واقف على حاجة لو حاجة عطلت لو حاجة غلية عندي البديل فالحمد لله الحكومة الحقيقة خادت الإجراءات دي وده بصراحة نتاج شغل شاق لمدة أربع خمس سنين الكلام ده ابتدى في 2015 فالنهارده أنت هتبتدي تحصد سمار الشغل والمجهود اللي فات ترجمة نانسي قنقر